السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير النص التطبيقي صناعة الكتب وهو من مرجع المختار في اللغة العربية للسنة الأولى إعدادي إذن المرجو منكم بداية قراءة هذا النص وإنجاز الأنشطة المتعلقة به أنشطة الفهم وكذلك أنشطة التطبيق ثم المرور إلى التصحيح إذن هذا هو النص صناعة الكتب إذن في البداية سنقدم بعض الشروح المساعدة لكلمات وردت في النص مثل نفائس نفائس فهي جمع نفيس أي الغالي والثمين ثم الحواشي فهو جمع حاشية أي الجانب والطرف تقصي الموضوع التي كانت تستخدم قديما في صناعة الكتب إذن طلاقا من النص سنجيب الأدوات التي كانت تستخدم قديما في صناعة الكتب هي الورق الحبر والمداد القصب والجلد وكل من الخشب والذهب والفضة السؤال الثاني ما دور الخطاط في صناعة الكتب؟ إذن سنجيب كما يلي دور الخطاط في صناعة الكتب هو اختيار الورق ولون الحبر والمداد إضافة إلى نفائس القصب لصناعة الأقلام ودباجة الكتب ثم السؤال الثالث فيما تتجلى العناية بالمصاحف؟ إذن طلاقا من النص تتجلى العناية بالمصاحف في تجليدها بصناديق خشبية أو فضية نمر للسؤال الرابع لدينا عود إلى الفقرة الأولى من النص واستخرج منها الآتي إذن سنستخرج منها ثلاثة أفعال مبنية وحدد نوع وعلامة بنائها إذن هذا سنستخرجه من الفقرة الأولى من هذا النص نص صناعة الكتب سننظم ذلك في جدول إذن من بين الأفعال التي سنستخرج لدينا إهتم إذن نوعها هذا فعل ماض لم يتصل بآخره شيء وعلامة بنائها مبني على الفتح ثم سنستخرج أيضا فعل إختاروا إذن إختاروا أيضا هدف فعل ماض اتصل بآخره واو الجمع أما علامة بنائه فهو مبني على الضم نستخرج كذلك فعل كان إذن كان فعل ماض لم يتصل بآخره شيء وعلامة بنائه فهو مبني على الفتح إذن كذلك سنستخرج من النص فعلين مضارعين مرفوعين أحدهما بضمة ظاهرة والآخر بضمة مقدرة وحدد نوع التقدير إذن الفعل الأول سنستخرج حتى إن المقدسية يقول إذن يقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الفعل الثاني فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة إذن مثلا سنستخرج ما يكفي لتقص الموضوع إذن الفعل لأنه هنا مرفوع بضمة مقدرة هو يكفي إذن يكفي هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل أو الاستثقال أجيم نستخرج كذلك فعلا من الأفعال الخمسة وحدد علامتها الإعرابية إذن الفعل الذي سنستخرج سنستخرج يختارون يختارون فعل من الأفعال الخمسة على وزني يفعلون والحركة الإعرابية أو علامة الإعراب فيختارون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة إذن علامة الإعراب هنا هي ثبوت النون لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة السؤال الخامس أدخل لم على هذه الجملة وغير ما يلزم أو أدخل لم على هذه الجملة وغير ما يلزم لدينا ألوى الراقون يستأجرون الخطاطين الذين يختارون لون الحبر إذن سنبخل لم على الفعل المضارع يستأجرون إذن ممكن هذه الجملة نرجعها جملة فعلية ونبدأ بالفعل ونقوله لم يستأجر الوراقون الخطاطين الذين يختارون لون الحبر إذن يستأجر هذا الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وممكن قوله الوراقون لم يستأجروا الخطاطين الذين يختارون لون الحبر في هذه الحالة يستأجروا يستأجروا يكون أيضا في علامة مضارع مجزوم وعلامة جزمه حدف النون لأنه من الأفعال الخمسة لم يستأجروا إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص التطبيقي أشكركم على حسني المتابعة ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر